اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بفضل كده مش فاهم اللي بيحصل طيب انت تعرف في فيلم النصي الصلاح الدين الايوبي تعرف مين هو عيسى العوام عندك معلومة مين هو عيسى العوام عيسى العوام كان راجل عوام فعلا اسمه عيسى كان بينقل فلوس ونفقات وكتب للفقراء من بر لبر يخد هعوم في البحر ويعدي ورا مراكب العدو علشان يوصل للنحاء التانية يوصل نفقات الناصر صلاح الدين الايوبي للفقراء ويوصل لهم معلومات ويرسل لهم رسائل من الخلافة هل ده ظهر في الفيلم بالشكل ده لا انا اشك ان انت كنت تفكر انه هو اسمه عيسى العوام اصلا وما كيتش مهمته انه هو عوام طب انت تعرف مثلا ان والي عكة كان رجل امين ورجل صادق ورجل وفي ولم يسلم مفاتيح عكة للبريطانيا او لرجال الانجليز او 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 حتى يقول لك ده والي عكة كان من انت اي عم انت هتفتح عكة ما تيجي يكلم اي حد تقول له يا عم وانت هتفتحت عكة هو انت نظرا لان الراجل ده كان راجل قوي جدا في انه يحكم البلد دي وده ما حصلش في تاريخ السنة المصري اللي ورت لنا هارون الرشيدي مثلا الراجل اللي قدامه ترابست الفاكهة والنساء والمتع والالوان والشعر اللي بيخشه عشان يقوله على شهر وياخده من عطياء وياخده من امواله كل ده ما كانش بيحصل وما كانش حقيقي لانه هو كان راجل واري عملوش علاقة بالصورة اللي بيينتهالنا السينما المصري طبعا ده بيبقى سراء من المكتاب والمبدعين بيحاولوا دايما ان هم يبينوا جزء من ابداعاتهم في ان هم يرسموا خطوط درامية حية اخرى تليق بالمواصفات الصورة اللي هم بيقدموها في الحقبة دي وتعالا اقولك على حاجة التاريخ بس ما كانش بيندارج في الفترة دي على الاعمال دي فقط لا في اعمال تانية زي مثلا فيلمه اسلامية فيلمه اسلامية مع صراء السورة والالوان والازياء كان بيقدم ملحمة تاريخية للامير محمود اللي هو قطس والاميرة جهاد طبعا كلكوا عارفين القصة انه هم تاهوا او اتباعهم في سوق الرقيق وبعدين يبتدوا انه هم يبقوا واحد اشتراه مملوك والاخرى دخلت فيه صرادك او فيه الحراملك مع الجواري لكن بالتالي تدرجت القصة انه يطلع في النهاية الامير محمود قطس علشان خاطر يتسلم مفاتيح الدفاع عن مصر ويتكلم باسم مصر قدام تطا طبعا البشكلة الحقيقية انه الفيلم مقدمش الخطوة التاريخية الصحيحة لوجود بيبرس في حياة قطس لانه بيبرس ما كانش تابع وما كانش خادم وما كانش ضل في حياة قطس لا بيبرس كان امير وحاكم وهو اللي مسك حكم الفستات في مصر فترة طويلة جدا من الزمن بقيادة الامير محمود وتعالى اقولك على حاجة بس انا عايز اقولك على حاجة برضو يعني انا في رأيي الشخصي بعيدا عن بقى اللي يقولك انه الدولة كانت هي اللي بتتدخل في صنع الأعمال التاريخية وهي اللي كانت بتقول انه لازم يحصل كده في بعض الأعمال التاريخية انا شايف انه ده يعني مالوش علاقة بالحقيقة حتى وان كان بيمس بيمس بعض أو كل من جانب الأراء عند ناس لكن ده ممكن ما يكونش الفصل ما بين الملكية والعسكرية في الدولة التحول من الملكية للحياة العسكرية في الدولة واستناني المرة الجاية عشان عايز اقولك على حاجة برضو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة